رجع بخفي حنين هل هذه أول مرة نسرع هذا التعبير؟ رجع بخفي حنين لا، إنه قول مأثور وجد وأطلق على قصة قديمة حادثة قديمة والمقصود بها بعد الجهد والتعب رجع الإنسان دون أن ينال شيئا دون أن يحقق هدفه رجع بخفي حنين وقع لي الآن نفس المشهد لنفس أحداث تلك القصة القديمة فاستعرت لها هذا القول المأثور إذن عندما أستعير قول مأثور أطلق لقصة أو حادثة ما قديمة مباشرة أعرف بأنها استعارة تمثيلية أمثل المعنى مرة أخرى في الاستعارة التمثيلية لدي قول مأثور جاهز لقصة قد حدثت منذ زمن ولدي مشهد حصل الآن يشابه أحداث تلك القصة إذن المشبه هو أحداث القصة الآن التعبير عن حدث القصة الآن لا يذكر في الاستعارة التمثيلية لا يذكر أنا أعرفه رجع بخفاي حينين أي الخسارة بعد التعب أو بمكاننا أن نطلقه على عدم تحقيق الهدف بعد الجهد والمشقة المشبه به مراكز المشبه به في الاستعارة التمثيلية هو النص تعبير نفسه بكلماته وحروفه كما كان في المثال الثاني المشبه غير موجود في الجملة المشبه به هو النص نفسه القول نفسه أعتبره أو أعده المشبه به وجه الشبه المشابه بين الحالتين أي حالتين حالة القصة القديمة وحالة الحادثة التي تكررت الآن سر الجمال المشابه لتوضيح المعنى وتقريبا أرجو أن تكون واضحة المثال الأخير همة الشباب في بلادي لا تنام همة الشباب في بلادي لا تنام أين هو التعبير المجازي؟ ما التعبير الذي استعاره مجازاً من غيره؟ همة الشباب؟ هل الهمة تنام؟ تستيقظ؟ لا فأنا شبهت الهمة بالإنسان أو الكائن الحي كيف؟ لأن الإنسان أو الكائن الحي هو من ينام ويستيقظ شبهت الهمة؟ أقول الهمة لا تنام شبهت الهمة بالإنسان الذي ينام ويستيقظ لا ينام أي أنه مستيقظ واضح؟ إذن شبهت الهمة بالإنسان والدليل على ذلك أن الإنسان ينام ويستيقظ سر الجمال نجيب من؟ الهمة مدي أم معنوي؟ معنوي هل أستطيع أن أرى الهمة؟ لا أستطيع أن أرها لا أستطيع أن أرى المساعد استعارت من الإنسان صفة للهمة الشيء المعنوي جعلته في صفة الإنسان شخصتها إذن سر الجمال تشخيص متى أعرف أن سر الجمال تشخيص؟ عندما أجعل الشيء المعنوي أو المادي مثل الإنسان مثل الشخص نوع الاستعارة هل توجد كلمة الهمة في التعبير؟ نعم الإنسان لا ولكن أتينا بصفة من صفاته في هذه الحالة هي استعارة مكنية لنقيم إجاباتنا لدينا سؤال أخير ما نوع الصورة البلاغية في التعبير الآتي؟ سؤال شائع يأتينا في كل اختبار، كل امتحان، في الأسئلة الصفية، ما نوع الصورة البلاغية في التعبير الآتي؟ النجوم في السماء النجوم في السماء مصابيح مضيئة نفاكر معاً شبهنا النجوم المشبه بالمصابيح المشبه به نرى أن في هذه الجملة، في هذا التعبير، وجد المشبه، ووجد المشبه به في هذه الحالة، لا نستطيع أن نقول استعارة هذا تشبيه في التشبيه يوجد المشبه والمشبه به أركان التشبيه لا نستغني عن واحد منها في الاستعارة نستغني أما عن المشبه أو المشبه به فإذا استغنينا عن المشبه به أصبحت استعارة مكنية وإذا استغنينا عن المشبه أصبحت استعارة تصريحية وهذا هو الفرق بين الاستعارة والتشبيه الاستعارة في أصلها تشبيه ولكن حذفنا أحد ركنيها نأخذ مثالا آخر تضحك النجوم للقمر ما رأيكم في هذا التعبير؟ هل هو حقيقي أو مجازي؟ تضحك النجوم للقمر؟ هل النجوم تضحك؟ لا فإذا هو تعبير مجازي؟ شبهنا النجوم بالإنسان الذي يضحك النجوم والإنسان المشبه به قلنا في التشبيه المشبه والمشبه به موجوداً في العبارة في العبارة الثانية المشبه موجود والمشبه به غير موجود وأتينا بصفة من صفة أو شيء يلزم هل نعتبر ذلك تشبيه؟ أم استعارة؟ استعارة لأننا استغنينا عن المشبه به عن أحد الأرقان نرجو لكم جميع طلبتنا أن تستفيدوا من هذا الدارس ونثمنى أن نلقاكم مع دروس أخرى ترجمة نانسي قنقر